اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحتى الى مواضيع ومحاورة ترغبون فيها اكثر واكثر فستجدون في وصف الحلقة هذا الاستبيان عبوا وساعدونا والضامنوا معنا التضامن الحلقة اليوم عن التضامن ما هو التضامن؟ طبعا كلمة لغة عربية فصيحة لكن نبسط المفهون نقول انه يشبه التعاون نوعا ما اللهم انه على بشكل اعمق اعمق بكثير التعاون احيانا يكون فيه مصلحة للطرفين فانا مثلا انا شغلي طبيب او زميلي طبيب نتعاون لنفتح عيادة معينة ونشتغل وهذا او مثلا انا وزميلي نتعاون على مشروع معين ونشتغل ففي مصلحة للطرفين هذا التعاون اما التضامن التضامن هو سلوك انساني اولا فوق كل شي فطري سلوك فطري وانساني بحت وايضا له مفاهيمه الخاصة الدينية وايضا خلينا نقول له مرجع خاص ديني ومرجع خاص اجتماعي التضامن هو لما يجي شخص يساعد طرف اخر لانه هذا الشي داخليا او داخليا من فطرته او داخليا بسبب ثقافته الدينية او ثقافته الاجتماعية اللي ربته او علمته على ذلك فيقدم هذه الخدمة بلا مقابل او يقدم هذا التعاون بلا مقابل او يقدم هذا الشعور بلا مقابل هذا هو التضامن وطبعا اشكال التضامن كثيرة جدا لكن لازم نفهم اول يعني ببداية المفهوم هذا نفهم ان التضامن هو سلوك فيدرب ويدرس هو طبعاً قبل كل هذا هو يتربى عليه الإنسان فحتى لو لم يعني يتعلم هذا الشيء منذ الصغر هو سلوك هو سلوك إنساني إحنا ندرب نفسنا عليه إحنا نشجع أنفسنا عليه يعني أصلاً في هذا البودكاست أنا كل شيء أتكلم عنه هو يعني شيء خارجي حتى لو كان منبعه داخلي هو شيء خارجي بإمكانك إما التحكم به أو تغييره أو بنائه هذا اللي دائماً أنا أحاول يعني أني أتطرق له في هذا البودكاست إنها أشياء قابلة للتغيير أو قابلة للزيادة أو قابلة للإضافة فالتضامن هو سلوك إنساني يعني سلوك إنساني من المهم جداً أنه يكون في أفراد المجتمع ليكون هناك تضامن اجتماعي كامل فلما يكون هناك يعني خلينا نجي بالدين أول شيء يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه وبعضه فهذا في ديننا يعني سبحان الله أنه إحنا كأننا لبعضنا كالبنيان له واحد سقط الباقي ممكن يطيح أو المبنى كله ينهار وهذه فكرة المجتمع في الحقيقة لما تنهار الفئة الأخرى يعني خلينا نقول تتبعثر المجتمعات لما يكون هناك يعني قصور في التضامن الاجتماعي هذا ولذلك إحنا في بعض البلدان نجد في قصور كثير في خلينا نقول تنمية الاجتماعية أو مثلا في الأعمال التطوعية أو في الأعمال الخيرية نجد أنه هناك يعني فرق وفاصل كبير بين الطبقة الثرية وبين الطبقة الفقيرة لأن هناك في قصور طبعا غير المواضيع السياسية الاقتصادية التي تكون هي مشكلة أكبر طبعا نكون واقعيين لكن أيضا هذا الفارق يشكل يعني بشكل كبير جدا اللي هو موضوع وجود أشخاص لو فرد أو فرد يعني فرد أو فردين أو جماعة قصروا في تضامنهم الاجتماعي بشكل أو بآخر سنجد أن هذه المجتمعات تتخل يعني للأسف الأسف يسير فيها خلل ولا تصبح مجتمعات خلينا نقول متضامنة وبالتالي يقل فيها نسبة البطالة يقل فيها نسبة الفقر ما حتكون كذا بتكون العكس تماما وإيضا في ديننا يعني إحنا الزكاة الصدقة هذه كلها أموالك مع أنها أشياء خاصة فيك وإنت بنيتها وإنت سعيت فيها لكنها من أركان من شيء أنت لازم تسوي هذا الزكاة سنويا أنت لازم تسوي الصدقة يعني لها أجور عظيمة وأحاديث كثيرة فيها فقط عشان أنت سبحان الله لما تطلع من مالك أنت قاعد توازن هذا المجتمع قاعد توازن هذه البيئة بشكل كبير جدا أنت ما قاعد تشعر بذلك البعض يعتقد أنه الزكاة خلاص شيء دوري وما يستشعر فيها حتى وما يفهم أنه وجود الزكاة قاعد يوازن هذا المجتمع وقاعد يخفف بشكل كبير وجود الفقراء في هذا العالم فوجود هذا التضامن في الزكاة والصدقة وبنجي في موضوع أيضا التطوعات والدخول فيه حتى مشرط التطوع لكن الدخول فيه الأعمال أو الوظائف اللي فيها تنمية اجتماعية كبيرة هذا يعني يرجع بالمجتمعات بشكل كبير ويرجع لك كفرد بمشاعر خلينا نقول مشاعر إيجابية ترفع بك وترقى بك وترقى بك سبحان الله يعني أصلا زي ما قلت هو سلوك إنساني سلوك فطري يحتاجه الإنسان مساعدة الآخر شي يحتاجه الإنسان لو جبتهم طفلين قدام بعض وخليت الطفل يطيح والثاني على طفل تلقونه ويجي يعني يحاول يمسكه أو يحاول يرفعه لأنه بطبيعة الإنسان هو يرغب بمساعدة الآخر يمين إلى مساعدة الآخر لكن في عالمنا يعني خلينا نقول الجديد وفي هذا العالم المتقدم وكلنا يعني نقافة الشيء أنا لا أزكي نفسي إننا ننسى الآخرين وإحنا ماشيين في الحياة هذه لأن الحياة تصير سريعة فتصير أنت يدوب إنك تلقط أهدافك ولا تلقط أهلك ولا تلقط أصدقاعك ولا تدور وقت لنفسك ولا تدور وقت روايتك منت عارف كيف الوقت يجري بدون ما أنت تحصل الوقت للآخرين فتقول أنا يدوب في الأشياء المهمة ولنفسي حق ولأهلي حق علي فأنا كيف أحصل الوقت للأشياء الثانية لكن بتنصدمون أنه سبحان الله كيف خلينا نقول الأدوار التطوعية أو الأدوار اللي فيها تضامن إنساني بالعكس تضع بركة في وقتك والله تخلق بركة في الوقت بشكل غير طبيعي طبعا الصدقة نعرف أنها ما تحتاج شيء خير نقول في المال الأمر لا يحتاج إلى الشيء الكثير لكن في الأعمال التطوعية بالتأكيد أنها تأخذ من الوقت لكن نكون واقعيين فيها طيب عشان نتكلم عن التطوع التضامن المفهوم هذا لو أنا بحطه تحت قالب معين بحطه تحت قالب التطوع بالنسبة لنا كعامة كيف أنا أضمن؟ ما أقدر أضمن تضامن سياسي والاقتصادي هذا يعني أبعد منا أو أكبر منا إحنا كأفراد مجتمع إحنا كأفراد مجتمع إحنا عندنا التضامن النفسي عندنا التضامن المادي عندنا التضامن الصحي حتى إني أنا لو موظف في الصحة أو أنا أشتغل في مجال طبي أنا أستطيع إني أنا أساعد مثلا في العيادات اللي في المناطق نائية تطوعة مثلا مرة في الأسبوع أو حتى لو مرتين في الشهر بس إني أشوف كمية ناس في هذه المنطقة النائية اللي ملاقين أحد يعني للأسف أو بعيدة عنهم المدن أنهم يوصلون لها طيب فالتضامن الصحي والمادي والنفسي كل هذه الأمور سبحان الله تعطي يعني تعطي بركة في وقتك وتعطي بركة في رزقك حتى إذا كانت تطوع شيء في وظيفتك وانت سويته يعطي بركة في رزقك أما التضامن والمادي نفس الشيء سبحان الله يرجع لك أضعاف ومن تطوع خيراً فهو خير له يعني هذه في سورة البقرة سبحانه يقول الله تعالى فإنت لما تطوع ترى هذا خير لك أنت قبل يكون خير للآخر بكل بساطة بكل بساطة إحنا دائماً ندعو للتطوع مو عشان فقط يعني زي ما قلنا توازن مجتمعات وعشان التضامن الاجتماعي إلا ويحس من المجتمع لكن أيضاً يرجع كل فرد إلى سبحان الله إلى نفسه بشكل أكثر وبشكل أعمق فيهذب من أخلاق الأفراد يهذب من أخلاقنا أنا في النهاية بروح عند مثلاً أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولا بروح عند ناس مرضى أو تعبانة أو بروح عند كبار السن كل ما دخلت في هذه العوالم اللي هم ناس أضعف مني أو ناس بحاشتي كل ما تهذبت أخلاقنا كذا إحنا كل ما اشتغلت أنا سويت كذا بكرة أسوي لعيالي كذا أنا سعت في تنظيف هذا المجتمع أخلاقياً يعني اشتغلت أنا على تهذيب أخلاقي بهذا التطوع طبعاً التطوع يمكن مؤخراً أنا لاحظت يعني لاحظت ليش كان في يعني خلينا نقول صار في نوعاً ما تدني في نسبة المتطوعين بشكل أو بآخر ولا ألومهم أنا منهم كمجموعات تطوع أنه صار أخف تطوعي لكني وجدت شكل آخر للتطوع مثلاً في التطوع بعلمي في بودكاست مثلاً محاولة إثراء المجتمع بطريقتي الخاصة وكانت عن طريق البودكاست فاخترت طريقة التطوع يعني اللي تناسبني واللي تكون أسهل لي وخلينا نقول أفضل أنها تصل إلى شريحة أكبر فكل إنسان يختار شكل التطوع الخاص به لكن رأيت أنه في قصور في التطوع في الفترة الماضية وكان بسبب أنه للأسف كان في فترة كذا يعني يجب أن يقولون هب التطوع أوكي كان شي جميل ورائع وممتاز بدأت بعض للأسف المؤسسات الصغيرة الناشئة تستغل بعض الشباب وتستغل بعض الأفراد بأنهم يدعونهم أنه تطوعوا بنعطيكم يعني مثلاً حتى ما يعطونهم ترى على فكرة بس أبغى أقول شيء التطوع بلا مقابل شيء جداً ممتاز لكن هذا لا يعني أنه بعض التطوعات يكون فيها مبلغ مادي رمزي أنك أنت الحين لا تعتبر متطوع أنت الآن تعتبر عملت لا ترى هذه لأنك أنت تشتغل شغل يفترض أنك تكسب القدر الفلاني بس أنت رضيت بالقدر لمرة قليل جداً فحتى ليكون فيها مبلغ مادي أو يكون فيها شهادة تساعدك على بكرة للكرير أو وظيفتك مستقبلاً هذا لا زال يعتبر تطوع فلا يجيكم شعور تأنيب أو تقول أو لا أنا يبغى لي أكون نيتي صافية تماماً لا عادي أنا أخدم هذا وفي نوعاً ما الشيء هذا بيساعدني مستقبلاً لا بأس أهمش أنك أنت في النهاية عندك النيتين أنه ليس دائماً العمل يكون بنية واحدة متكاملة لكن بكرة إن شاء الله لما تكون ستل وتكون مستقر في وظيفتك ومستقر في مكانك تستطيع أنك تتطوع زي ما يقولون بيور بيور يعني أنت تتطوع من أجل هذا الشيء فقط طيب فأشكال التطوع كثيرة ومهم أننا نفهم أنه زي ما قلت أنه استغلال المؤسسات الصغيرة لما قلت على استغلال لأنه كان هناك طلب أنهم يساعدونهم في أمور معينة بعدين مثلاً ما في طبعاً عاقد ولا شيء لأنه تطوع يعني للأسف يهضمون حق هؤلاء الشباب من أولاد وبنات طبعاً يهضمون حقهم مثلاً بساعات عمل طويلة جداً بدون أي رأفة بدون أي بريكات بدون يعني معاملة تكون أنه أنت موافق أنت تجي تتطوع أنت اللي راضي أنت اللي تبغى فصار في هذا التعامل اللي أشعر المتطوع بالثقل بشكل كبير جداً فلا يعني التطوع يجب أنه يكون يعني بصورة جيدة يجب أنه يكون خليناً نقول أن حقوقك كإنسان كفرد عامل موجودة حتى لو كان التطوع لك الحق في بريك لك الحق في أكل لك الحق في أنه ما تعامل بمعاملة سيئة لك الحق أنه إذا وعدت بشيء تعطى فهذه الأشياء للأسف لفترة طويلة بدأوا الشباب ببناءات يقولون لا صارت تغلل حتى سمعناها ممكن في تويتر كثير صارت تطوع استغلال صارت تطوع استغلال فهذه للأسف يعني يعني اللي خلت ناس كثير من المتطوعين أنهم ينسحبون من عالم التطوع أو يشعرون أن عالم تطوع هو عالم مهلك أو متعب بلا فائدة حتى نفسية يعني يطلعون منهم مقصة من زعجي أنت بعد كإنسان شاطر وبالغ وعاقل لازم تعرف أنه لما تدخل حتى العمل التطوعي لازم تعرف أنه هناك عقد بينكم لازم تعرف كيف طريقة العمل أرجع أقول مو أي شيء أنت قاعد تقدمه كخدمة مجانية وتطوع حتى نيتك صافية تماما أنها لله ولوجه الله أنه يكون هذا الشيء مهني لا عادي أنت حفظ حقك بطلب العقد بطلب فهم الموضوع بشكل كامل إيش بالضبط بتعطى إيش المهام بالضبط كم ساعة وإلى آخر فحتى العمل التطوعي لازم يكون فيه مهنية وفيه احترام لك كشخص العمل التطوعي طبعا أشكالة كثيرة زي ما قلت فهناك التضامن الصحي زي ما قلت التضامن المادي التضامن النفسي دراسات كثيرة يا جماعة وجدت على موضوع التضامن النفسي مثلا في علاجات اللي هي عندنا في الطب النفسي اللي يسمونها الـ علاج الدعم الجماعي العلاج النفسي الجماعي أو علاج الدعم الجماعي لما يكون هناك أشخاص ذو معاناة واحدة ويجلسون في جلسة واحدة وكل واحد يتكلم عن معاناته اللي هي نفسها مثلا كلهم فاقدين هذه فقدت أمه هذا فقد أبوه هذا فقد أخوه الفترة الماضية وبحاجة أنهم يتعالجون من هذا الفقد أو يتشافون من هذا الفقد فالجلسة الجماعية سبحان الله تخلق الكثير من التعاطف تخلق الكثير من يسمونه الرفلكشن اللي هو أفهم شعورك لأنني أنا قد أعيش نفس شعورك أو أنا الآن فهمت شعوري لأنك أنت اللي قدامي عبرت عن شعورك بشكل جيد وهناك أيضا شعور زي غير التعاطف وشعور اللي هو الإنعكاس هذا اللي يسونه هناك شعور اللي يسمونه كوهيجن إحنا وحدة واحدة إحنا متحدين إحنا متضامنين في ألم واحد فبالتالي يشعرون أنه أوه إحنا خلال الجلستين أو الثلاثة والأربعة أو الخمسة أو العشرة أننا بنطلع كلنا بهدف واحد أننا نكون متشافين بعد الله ونكون مرتاحين ومطمئنين بإذن الله فهناك هدف واحد نمشي فيه خلال الجلسات إلى آخر جلسة فشعور حاجة الآخر للآخر مهم جدا وأيضا سبحان الله نتيجته تصدم يعني حتى كان في أحد الدراسات على هذا القروب ثيربي على اللي هم اللي مصابين بسرطان الثدي نساء مصابين بسرطان الثدي سووا عليهم دراسة كيف القروب ثيربي أو هذا العلاج النفس الجماعي فادهم وجدوا أن تخيلوا أنه سبحان الله نسبة كبيرة اللي هي نسبة النجاة من الموت يعني بسبب هذا السرطان كبيرة جدا بعد هذا القروب ثيربي نسبة الألم ونسبة ارتفاع المزاج كبيرة جدا فكل هذه الأشياء الثلاثة يعني سبحان الله نتيجة هذا القروب ثيربي اللي هو للبرست كانسر أو اللي هو السرطان الثدي مع النساء وجدوا هذه النتائج كلها بسبب سبحان الله يعني التعاطف الكوهيجن الوحدة الواحدة الرفليكشن أو اللي هو النعكاس وأشياء كثيرة أخرى ممكن أنه يسويها هذا القروب ثيربي فتخيلوا أنه أنت لما تتكلم مع شخص آخر أو تساعد شخص آخر أو تعطي شخص آخر كيف بيكون هذا الأثر مو بس عليه عليك أنت لأنه اللي في القروب ثيربي قاعد يعطون بعضهم فهو انعكاس مع بعض وبالتالي كلهم استفادوا وكلهم نجوا وكلهم تحسن مزاجهم وكلهم خف ألمهم وكلهم رحلتهم صارت أسهل أضعاف الأضعاف فالتضامن دوره كبير جدا ويعني سبحان الله يعني أنا أنا شخصيا يعني أنا عودتكم أني لازم أقول يعني شيء شخص لأنه أنا فعليا والله يا جماعة ما أحكي بمفهوم هنا إلا وأنا ألهمت بسببه سويته عملته اشتغلت عليه فيعني أو أنه رأيت أثره بنفسي فكان في بداية أيام تطوع من أيام الجامعة طبعا كان تطوع الصحي على الأغلب في البداية وبعدين تطورت أني أنا أستخدم أنواع تطوع أخرى وجدت بركته في حياتي بشكل كبير جدا وكان من أجمل التطوعات اللي سويتها كان مع فريق الهلال الأحمر أو فريق اللي هو الإسعافات الأولية في الحرم المكي فكان في مكة وفي الحرم طبعا وكننا أصلا أنا وعائلتي كل عشر أواخر نروح مكة يعني خلاص هذا زي يعني القرآن كذا يعني نشكر ربو الله يرحمه يعني كيف أننا خلق هذه العادة فينا فخلاص عشر الأواخر هذه مسلم أمر مسلم لازم إحنا في مكة ونكون تقريبا تقريبا شبه اعتكاف يعني في الحرم فلما شفت فريق الهلال الأحمر دائما متواجد وأشوفه دائما النساء كذا في المصليات النساء قررت أني أنا أروح أتكلم معهم كنت وني في أولى طبي يعني كنت صغيرة جدا يعني فقالوا لي تعالي السنة الجائدة تبغينا أعتقد أني سجلت معهم على ثاني طب أو ثالث طب جلست معهم أربع أو خمس سنوات يعني كل نهاية رمضان كنت أروح معهم فكانت فكرتهم أنه قبل تقريبا أذان المغرب لأنه رمضان يعني عشر أو آخر فقبل أذان المغرب بساعة تقريبا أنه كنوا موجودين وفارشين يعني البسطة وطبعا أكيد أنهم متطوعين يعني لمنصة حكومية معتمدة فمو حطين فلوسهم لأدوية ما يدرون وينحطوا الفلوس لا أكيد لشيء معتمد فبالتالي عندنا إحنا استوريج كامل لأدوية وإحنا جالسين كطالبة طب ولازم عندنا استشارية معانا طبيبة وأيضا عندنا ممرضة هذول الثنتين يكونون فعلا خلاص عندهم شهايد وكذا البقية إحنا كطلاب طب نعتبر مساعدين في الموضوع فما إحنا ما نعالج أو شيء لكن إحنا متطوعين ونساعد نفس الشيء الاستشارية هذه والممرضة كلهم كانوا متطوعين فقط فمن قبل صلاة المغرب تقريبا بساعة إلين على القيام تقريبا يعني لأنه عشر أو آخر فتقريبا خمس ساعات ست ساعات نكون جالسين في هذلك المكان الفكرة كانت فقط أنه بعد صارت المغرب يجون الناس أنا فيني زكمة أنا فيني كذا ونشوف اللي ضغطها مرتفع اللي مدرئة اللي مرحالة حرجة نحولها وعيادة صغيرة داخل المصليات يا جماعة يعني العمل هذاك لو أقول لكم أثر لو أقول لكم شوفوا اليوم أنا طبيبة نفسية ما اللي دخل في الأسعافات الأولية ولا اللي دخل في الطوارئ ولا اللي دخل في الباطنة لكن كيف هذه الفترة سبحان الله قدرت عمل الأطباء بشكل يعني كبير جدا صار عندي تقدير عالي تقدير عالي جدا هذه من الأشياء اللي أقول لكم كانت داخلي ثانيا سبحان الله لما تيجي تعالج وتساعد يعني أشكال مختلفة وأنواع مختلفة أنت لما تكون طبيب في بلدك أنت بتشوف نادر تشوف خارج حتى لو كنت مستشفى حكومي يجونك عمالة يجونك نادر تشوف ناس خارج السعوديين أو حتى العرب أو الخليجيين هناك تشوف كل شيء تشوف عادي من أفريقيا تشوف فجأة من شرق آسيا تشوف فجأة من أمريكا تشوف كل الأنواع كل الأنواع من البشر أو كل الجنسيات وكل الألوان أنتم تشوفونها فهذا التقاربة وهذا التضامن سبحان الله يخلق كذا وحدة إنسانية ويخلق مشاعر إنسانية كبيرة جدا في هذه الفترة ما كنا نحن بس نعال كنا نتعرف ونتفاهم معهم بلغات ونحاول نصل نصل لهم أو نصل لشيء اللي هم يبغون بلغاتهم ويلا أشتغل وقصص وأشياء يعني فكاهية تحصل بشكل ما نتخيله يعني حتى كان عندنا صعوبة حتى مع الجزائرين حبايبي والمغربيين اللهجة كانت صعبة أنا طبعا أحبها جدا فكنت أنا الفهيمة بينهم فكنت يعني نطلع المعاني اللي ما نفهمينها ونساعد بعض فالتجارب هذه مو بس خلقت مساعدة للآخر وساعدناهم في وقت حرج ترى واحدة داخل الحرم وزكمة شديدة وصداع شديد ما هي قادرة تطلع مع تكفى من أربع خمس أيام ما هي قادرة تطلع جبلة فلما يجي أحد لا والله تعالي نعالج يكون ساعد يخذي هذا الدواء وهذا يخفف وهذا يخفف يا الله كيف كيف الشعور اللي خلقناه فيها يا الله كيف الراحة اللي وهبناها إياها فكل مرة نستشعر هذا الشي يجي شعور جميل لكن أنا كنت أستشعر برضو شيء آخر أنه أنا قاعدة أتعلم من هذه التجربة أنا في عمر صغير لسه ما وصلت أني أكون طبيبة ما وصلت هذا أنا قاعدة أتعلم كيف أتعامل مع المرضى الصعبين يعتبرون لأنه فيه يسمونها language barrier يعني فيه حاجز الفهم أنا مو قادرة أفهمهم ولا قادرين يفهموني فأنا قاعدة أتخطى صعاب أكبر مني فهذه التجارب تخلق في شخصك الكثير تخلق الصبر تخلق زي ما قلت اللي هو التفاهم والانسجام مع أي شخصية أخر ممكن تقابلونها طبعا غير اللي ممكن يعني تجيك أشكال ناس معصبة ناس تصارخ عليك ناس يعني تشوفون أنواع شدت وإنت تتطوع تبدأ تتعلم كيف تتعامل مع الإنسان يعني أنت في نهاية بتتطوع مع الإنسان فتعرف كيف تتعامل أكثر وأكثر وما الحياة إلا كذا أنت بكرة تتزوج معك إنسان تجيب عيال أفراد إنسان كلهم أوادم كثيرين في حياتك إن شاء الله فبكرة العمل مديرك إنسان زميلك إنسان كل الإنسان زي ما دائما أقول تجربة الإنسان واحدة في هذا الكون ومشاعر الإنسان واحدة في هذا الكون أنت بس لازم تفهم وتعرف كيف تصل إلى فهم أكثر وأكثر لهذا الإنسان عبر التطوع التطوع يخلق تجارب داخلية وأنا اليوم مو أبغى أعزز فكرة إن التطوع فقط يتطويرك الذاتي لأن كذا أنا بأقتل فكرة يعني بأقتل فكرة إن التطوع من أجل روحك أكثر من كونه من أجل تطويرك الشخصي من أجل عملك من أجل حياتك لا هذا طبعا من الأشياء اللي أنا شعرتها وأنا أشاركها إياكم لكن أنا أشجعه كتطوير روحي كشي روحي لك يعني حرفيا كان كان الشعور شعور الإنجاز شعور السعادة شعور السلام والبركة طبعا سبحان الله اللي ربي يعطيك إياها في يومك كانت مختلفة أيام تطوع في الحرم جدا مختلفة يعني شوفوا أنا ما أقول لكم العبادة في الحرم رائعة وإحنا ترى بين الشغل خلاص يبدأ القيام نصلي بس فيه ناس توقفنا في وقت القيام ونترك الصلاة شوي ونساعده ونرجعه ونصلي عادي لكن بعدها مثلا الثلاثة سنوات الماضية ما اشتركت ويعني نظروف وما اشتركت يعني معاهم أنا أقول لكم مختلفة مختلفة عن السنوات التطوع اللي قبل لأنه صارت الحمد لله أكيد عبادة وأكيد كذا لكن سبحان الله التطوع أضاف لها روح أضاف لها حياة ففحنا زي ما يقول الله سبحانه وتعالى فمن تطوع فهو خير من فمن تطوع خيرا فهو خير له خير لك أنت بشكل ما تتخيل ما هو خير فقط مادي خير روحي خير فيه بركة اشياء كثيرة تخلق الروح لك بعدها جربت تطوع يعني قريب كان تطوع أنا دفعت له عشان حتى تطوع ممكن أنت تعرفونها أننا نسافر في منطقة مثلا زي في مناطق أفريقيا ونساعد في بناء مثلا مدارس نساعد فحبيت أني أعمل شي بيدي دائما أطوع مثلا في الطب وفي الصحة وفي هالأمور لكن قلت خلنا أجرب شيء أبغى أشقى أبغى يكون في مشقة وتعب أحسني أبغى يعني هالشي فجربت أنه أنا أبني مدارس في مدرسة أفريقية وأساعد في البناء طبعا أعتقدت أنه مساعدة يعني بما أنه بنتي يعني بيستحون يعني بيعطوني شيء خفيف ودلع لكن الوضع كان حقيقي يعني فكنا حرفيا يعني نخلط الإسمنت مع الرمل والماء ونسوي إسمنت ونبني يعني حقيقي قاعدين نرم من فصول دراسية فكانت تقريبا من ثمانية لوحدة ظهر كل يوم تحت الشمس وأثقال ونشيل طوب ونحط لكن ما أحكيكم تجربة أنا دفعت فيها وأنا قاعد أشقى فيها وأنا قاعدة يعني كيف أقول لكم كأني رايح أجم كل يوم يعني فمتعب كان جدا ومرهق جدا لكن رؤية الأطفال من حوالي في المدرسة لأنهم يجون يشوفونا وإحنا نشتغل رؤية هذا التأثير في وجوههم إنه فصلهم قاعد يترمم بشكل كبير وقاعد يكون شكله أفضل وسوينا أيضا ممر لأنه كان الأطفال يطيحون يعني يعني ممر يودي من فصل إلى فصل كانوا رمال محفورة وحجار وكذا فسوينا زي الرصيف فشعور أصلا العمل الجماعي والتضامن الجماعي مع المجموعة والعمل في يعني العمل في مدرسة مثل هذه ينظرون الأطفال لنا بنظرة بنظرة الموقذ بنظرة المساعد بنظرة الشكر والامتنان يا الله يعني شعورها معادي وحتى معنا إحنا ما ننتظر إحنا ما ننتظر يعني بالعكس إحنا كنا إحنا اللي قاعدين نجيب لهم حلاوه وهدايا لأنه إحنا مستمتعين معهم وكانوا يرقصون لنا ويغنون عشان يبغون يشجعوننا فإحنا كنا المستفيدين مئة بالمئة منهم ولكننا ننتظر شكر أو عرفان لكن ما تقدر ما تقدر تشيح عينك عن نظرة الامتنان والعرفان اللي يعطونك إياها ولا تقدر ما تتأثر وتسعد وتمتن وتشعر براحة كبيرة يعني حتى أذكر هذه التجربة قررتني أسويها في ثاني شهر من مرض أمي الله يرحمها وكانت مستقرة على العلاج وبدأت أمي بالعلاج لكنها كانت فترة صعبة وطبعا الحمد لله فيه إخوتي إحنا نتناوب على أمي الله يرحمها فأنا قررتني أنا أروح سبع أيام من أجل أن أشافي روحي بهذا التطوع ومن أجل أن أشحن طاقتي لأرجع لوالدتي بأفضل صورة وبالفعل يا جماعة يعني لما رحت ورجعت حسيت أني يعني سبحان الله فيني طاقة عالية جدا مع أني كنت أداوم لكن أرجع لوالدتي وأنا طاقتي عالية سبحان الله بركة التطوع على بركة خلينا نقول اللي قد نكون بإذن الله كسبناه في هذا العمل فسبحان الله يعني ما تعرفون إيش التطوع ممكن يضيف لكم ولا بتقدرون تستعبون إليه أنتم تمارسونه طبعا البعض بيقول طب أنا كيف أمارس أنا أقول لكم مو شرط يكون دوري مو شرط يكون دائما بس حط فراصك أنه على الأقل في السنة مرة واحدة لو مرتين يعني مو لازم حتى يكون شيء مكتف شيء كبير تطوع حتى في مثلا في التطوعات الصحية عندنا يعني أعمال كثيرة تطوعية يعني مثلا بس لو تروحون توععون تساعدون في التوعية حتى في المولات مثلا أو حتى في زي ما قلت في القرى النائية لو أنت تدور وراء التطوع حتحصل مئة ألف طريقة وطريقة زي ما قلت لكم لو على الأقل في هذه المنصة اللي تحدثت عنها فطرق التطوع كثيرة جدا جدا وبتشعرون بتشعرون سبحان الله في أثرها بعد ما تمارسونها وزي ما قلت لكم الوحدة والتضامن اللي يحصل بين الإنسان والإنسان الآخر أثروا في لحظتها الشعور بالراحة والسعادة في لحظتها لأن فطرة الإنسان بحاجة لهذا الشعور بحاجة أنه يساعد أصلا وبحاجة لمساعدة الآخر فنضامن أكثر نعطي من وقتنا أكثر نخلق الوقت وحتى لو سنة كاملة يعني زي ما قلت لكم أسبوع أسبوعين في السنة كاملة على الأقل تكون أنت تطالع في سنينك وراء وتقول أنا قدمت أنا أعطيت أنا سويت تقول لي نفسك جوة لأنه في هذه الحياة ترى ما حد باقي ما حد باقي وأعمالك هي اللي تبقى وأرجع أقول أنا ما أفرض التطوع التطوع لازم يجي من طيب خاطر لكن يعني سبحان الله لما فكرت في الموضوع هذا قلت أنا لازم أتكلم عنه لأنه أنا شفت كيف الناس في التطوع بدأت مرة تخف بدأت مرة تقل بدأت مرة ما تبغى تعطي بدأت تشعر أن كل شي لازم له مادة ولازم شي مادي والعالم والحياة صارت تطلب ذلك للأسف لكن أنا أقول لكم صدقوني أنتم بحاجة لعمل التطوعي أكثر من أنه الأعمال التطوعية بحاجة لكم فأتمنى منكم أنه تتضامنون أكثر مع مجتمعكم مع الأفراد في مجتمعكم لتصلون إلى شعور رائع جداً شعور مليان سلام ومليان تقدم في شخصك ومليان ارتقاء في روحك بإذن الله أتمنى أن تكون الحلقة هذه وصلت إلى قلوبكم وأرواحكم بكل يسر وسهولة وإلى حلقة قادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر